موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين نقاش الليلة موسيقى بعد محاولاتها المتكررة في إسقاط سوريا أو إخضاعها واسنطن تعود مجددا للاتهام باستخدام الكيميائي وتهدد بضربة لدمشق موسيقى ورغم التهويل الأمريكي الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة يحققون المزيد من الإنجازات الميدانية سراقب على بعد كيلومترات موسيقى واسنطن تهدد علنا بانقلاب على الحكم في فانزويلا وكركاس ترد مصيره كالمحاولات الانقلابية السابقة الفاشلة موسيقى مرحبا بكم تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها لاستهداف دمشق سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وبالطبع مع وجود الحصار الاقتصادي فهي وإن لم تستطع إسقاط الحكومة السورية فإنها تحاول على الأقل إضعاف حكم الرئيس السوري بشار الأسد لإخضاعه وفرض شروط متصلة بنظام الحكم وهويته المستقبلية وبتجزئة الأرض وتقسيمها وبتأمين مصالح لإسرائيل على الحدود الجنوبية وضرب حلقة أساسية في سلسلة محور المقاومة أخفقت واشنطن في إفشال مؤتمر سوتي كما أخفقت في استغلال موضوع السلاح الكيميائي في مجلس الأمن وعجزت فرنسا عن إيجاد بديل للقرار الأممي بعيدا عن الفيتو الروسي من خلال مؤتمر باريس لممارسة الضغط على دمشق فعادت أمريكا للنغمة السابقة استخدام السلاح الكيميائي فهل ستنجح هذه المرة؟ وكيف يمكن أن ترد دمشق وحلفاؤها؟ هذا الموضوع سيكون محور النقاش في ملفنا الأول في مسائية الليلة نتوقف في ملفها الثاني عند إسرار الولايات المتحدة أيضا في فنزويلا على تغيير النظام فدعوة وزير الخارجي الأمريكي إلى رحيل الرئيس الفنزويلي قبل الانقلاب عليه حصلت على رد من وزير الدفاع الفنزويلي فقال تصريحات تيلرسن المشينة تظهر جهلا بالغا بواقع فنزويلا قبل الخوض في تفاصيل ملفين مسائية للليلة اسمحوا لنا مشاهدين أن نتجه وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهم وأخر الأنباء أهلا بكم فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أفراد وسبع مؤسسات قالت إنهم مرتبطون بحزب الله بيان الوزارة أشار إلى أن بين المشمولين بالعقوبات شخصا عراقية جنسية بالإضافة إلى خمسة لبنانيين أما المؤسسات التي تتخذ من سيراليون وليبيريا ولبنان وغان مقارا لها فهي مجموعة البحيرة الزرقاء شركة دولفن سمكة لبيريا الذهبية مجموعة السمكة الذهبية وكالة قانسو لصيد الأسماك وشركة سكاي ونجمة غانا إلى فلسطين المحتلة حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداءات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة قوات الاحتلال فرقت تظاهرة منددة بقرار ترامب في العيسوية بالقدس كما تصدى السلسطينيون لاعتداءات الاحتلال في المزرعة الغربية شمال غربي رامالة وقرب حاجز حوارة جنوب نابلوس في غزة أطلقت قوات الاحتلال النيران تجاه متظاهرين شرقية خان يونس جنوب القدس أمرت السلطات التركية باعتقال 13 شخصا لدعمها الجمعية الوطنية الطبية التي عارضت العملية العسكرية في سوريا صحيفة حرية التركية ذكرت أن الرئيس رجل طيب أردغان اتهم الجمعية بالخيانة الحكومة قالت إنما يزيد على 300 شخصا احتجزوا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عارضت عملية عفرين رأى زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي رأى أن التطورات في عدن تؤكد أنها امتداد لمخطط الفتنة الذي كان مقررا في صنعاء في ديسمبر كانون الأول الماضي في كلمة له لمناسبة يوم الشهيد شدد الحوثي على أن ما حصل في عدن لعبة يحرك أوراقها العدوان بما يخدم مصلحته الحوثي قال إن أعضاء المؤتمر الشعبي كان لهم موقف مشرف رغم أن التحالف السعودية عمل على تخوينهم اتهمى الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم منظمات دولية بتأجيج الوضع في ليبيا ومحاولة استعطاف الرأي العام الدولي حول قضية الهجرة في ليبيا قاسم نفى غرق تسعين مهاجرا قبالة شواطئ مدينة زوارة غرب البلاد لافتا إلى أن دوريات تابعة للقوات البحرية الليبية توجهت إلى تلك المنطقة للتأكد من الأمر ولم تجد أي أثر لما تحدثت عنه المنظمات الدولية ختام هذا الموجز نعود من جديد لمتابعة المسائية وملفيها مع كراميا شكرا لك فوتون إذن قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أنه لا أدلة على استخدام الحكومة السورية غاز السارين ماتس أضاف أنه يطالع التقارير الواردة من الميدان بهذا الخصوص مؤربا عن خشيته من استخدام غاز السارين في سوريا الوزير الأمريكي قال أن الحكومة السورية استخدمت غاز لكلور مرارا كسلاح عودة واشنطن للتهديد في موضوع استخدام الكيميائي مردها لفشل واشنطن المتكرر في كل محاولة لإضعافها وإخضاعها وفرض الشروط عليها ملك خالد صيف 2013 انتشرت لأول مرة مزاعمه عن استخدام الجيش السوري غاز السارين المحرم دوليا في خان العسل في حلب وفي الغوطة الشرقية لدمشق في حين كان الجيش السوري قد بدأ باستعادة السيطرة على أراضي احتلها مسلحو التنظيمات المختلفة أنذاك قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن سوريا تجاوزت الخطوط الحمر باستخدامها الأسلحة الكيميائية ووصلت بوارج البحرية الأمريكية إلى سواحل المتوسط تمهيدا لتنفيذ ضربة عسكرية ضد سوريا وفعلا أطلق صاروخاني أسقطتهما روسيا في عرض البحر حل الأزمة التي هددت استقرار المنطقة جاء عبر طرح روسيا مبادرة لتوقيع دمشق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية وهذا ما تم فعلا إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها وبنهاية العام 2014 دمرت مخزون الأسلحة الكيميائية السورية وقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأمر وبرغم ذلك تهمت دمشق باستخدام غازات كيميائية نحو 50 مرة في أكثر من 27 منطقة بينها سراقب وجوبر وصحناية وحتى اللحظة لم تتمكن لجانو التحقيق المتعددة الزيارات الميدانية إلى سوريا من إثبات مسؤولية دمشق عن الأمر هذه الاتهامات كانت تتوازى مع تقدم الجيش السوري على الأرض وفي أجواء انطلاق محادثات جينيف ومن بعدها أستانا وبرغم تأكدات موسكو إبلاغها واشنطن بأن الجيش السوري سيوجه ضربة جوية إلى اجتماع لقيادات المهارضة في خان شيخون في ريف إدلب ربيع العام الماضي إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا عقابا لها على مزاعم إلقاء قنابل كيميائية على خان شيخون 59 قضيفة توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص فجر السابع من نيسان أبريل الماضي وبرغم من أن أي جهة لم تؤكد استخدام دمشق أسلحة كيميائية في خان شيخون يتكرر اتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية مجددا ما يثير التساؤلات حول جدية واشنطن في ادعاءاتها دعم حل سياسي في سوريا للنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأردنية الكاتب والبحث السياسي موفق محادين كذلك من أوهايو تنضم إلينا مديرة مركز الحوار في معهد الشرق الأوسط الدكتورة رندا سليم مرحبا بكم وأبدأ معك دكتورة سليم عندما يقول وزير الدفاع الأمريكي بأنه لا توجد أدلة بالفعل تثبت تورط الحكومة السورية الجيش السوري باستخدام الكيميائي على أي أساس إذن توضع خطط لتنفيذ ضربة محتملة لمعاقبة النظام كما تقول بلات المتحدة الأمريكية على استخدام الكيميائي كيف يستوي ذلك الاتهام الذي وجهه مؤخرا للحكومة السورية هو من الوزير الخارجية تيلرسون عندما قال أن هناك أدلة واضحة لثلاث مرات في الثلاثين اليوم الماضيين على استخدام الغازلة لورين في منطقة غودة الشرقية وهذا الكلام كان بمثابة تحذير من الحكومة الأمريكية لديماشك ولكن الأهم تحذير لموسكو لكي تمنع وتردح حليفها عن التوسع باستخدام هذا السلاح ومن الكلورين حاليا توسيع استخدامه من ناحية الرقعة الجغرافية وكذلك استخدام السرين لأن هذا هو النمط الذي اتبعه النظام السوري في السابق في البداية استخدام محدد ومحدود لكلورين ومن ثم ينتقل إلى السرين إذا لم نكن هناك ردة من المجتمع الدولي ومن بعدها هناك أتاك اعتداء على جغرافية أكبر مثل مصار بغوطة بـ 2013 ومثل مصار بخان شيخون بـ 2017 نعم دكتور سليم طالما تحدث عن المنطق وقبل أن أسألك أيضا فقط لنوضح للمشاهد الفرق بين الكلورين والسرين بأن الكلورين يمكن الحصول عليه بطريقة قانونية ومن ثم استخدامه كسلاح كيميائي هو ما يجعل فارق السرين موضوع آخر إن كان كمادة أو حتى تطوير كيميائي في إطار الاستخدام لكن طالما تحدث أيضا عن المنطق لماذا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية دائما للاعتقاد بأن النظام السوري ساذج واليوم هو يتقدم على الأرض ويعرف أنه سيكون ردة فعل سواء كان كلورين أو سارين أو أي نوع من أنواع الكيميائية ردة فعل وحتى هجوم ربما أمريكي طالما شاهدنا ما جرى في الشعيرات لماذا يدفع بهذا الشكل لتقديم صورة بهذا الإطار عن الحكومة السورية والدولة السورية حاليا كما قلت هذا الكلام من الإدارة الأمريكية وخاصة من الوزير توليسون هي بمثابة تحذير هناك أدلة واضحة في السابق وفي الماضي القريب أن هناك استخدام من النظام السوري لهذه الأسلحة والأمم المتحدة ولجان الأمم المتحدة كانت واضحة بهذا المجال أن هناك كان استخدام والآن الموقف الأمريكي حاليا هو يريد أن يردع الاستخدام أكبر ومن ناحية هناك موقف لدى الإدارة الأمريكية أنه لا يريد تصعيد الأمر العسكري في سوريا وهناك اتجاه لدى موسكو بعدم الرغبة بالتصعيد في هذا وهناك توافق بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي بدرورة لجم وردع النظام السوري من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الكلورين إلى السرين أذكرت نقطة أيضا سأحيلها بالنقاش إلى سيد محادين لكن قبل ذلك سيد محادين في سوريا نسمع من السوريين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه المعادلة بأن كيف تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع في الميدان السوري عندما تستحضر الطرف الكيميائي توافق على ذلك؟ مساء الخير أهلا بك الحديث عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية يذكرنا بالأكاذيب الأمريكية التي مهدت وبررت للعدوان الأمريكي على العراق وسبق للولايات المتحدة الأمريكية أثناء عدوانها على بيتنام والمذابح التي نفذتها هناك أن استخدمت أسلحة أن استخدمت حملة إعلامية مماثلة هذه حملة مكشوفة ومفضوحة وحتى مذكرات بلير حتى مذكرات العديد من الأمريكيين الذين نفذوا العدوان الأمريكي على العراق ويتحدثون عن أن كل الحديث الأمريكي وكل الحديث البريطاني وكل الحديث الأطلسي على أسلحة الدمار الشام العراقي كان عبارة عن كذبة كبيرة لتبرير العدوان على العراق الولايات المتحدة اليوم تكرر نفس الأساليب نفس الأكاذيب أولا هي في كل هذه الأكاذيب تعكس الأزمة المتفاقمة التي تعيش الولايات المتحدة بسبب إخفاقها في سوريا بسبب سقوط المؤامرة الكونية والإقليمية وأدات الرجعية والعصابات التكثيرية سقطت هذه المؤامرة وبدأت الولايات المتحدة تحضر لموجة جديدة لحملة جديدة من الاعتداءات وهي تنطلق من هدفين أساسيين الهدف الأول أن أمريكا بعد أن سقط مشروع البفرستيت أو القاطع العازل الممثل بداعش صنيعة المخابرات الأمريكية بعد أن سقط هذا البفرستيت وقبل البفرستيت في القلمون والإقصير هذا القاطع المسلح الطائفي المسلح الذي يراد منه أن يضرب دول وقوى المقاومة والممانعة التي تمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا لا حزب الله كانوا يريدون هذا القاطع المسلح فشل هذا القاطع اليوم هم يحاولون مرة أخرى أن يخلقوا قاطع مسلح جديد عبر أوساط من الأكراد وأوساط من العشائر انطلاقا من التنف وعلى امتداد الحدود السورية العراقية بعد أن تمكن الجيشان العراقي والسوري من الانتقاء على هذه الحدود هذا الهدف الأول إعادة إنتاج بفرستيت جديد بعد أن فشل البفرستيت الداعشي الطائفي العامل الثاني وهو مهم للغاية أن الأمريكان كانوا يريدون بعد أن أسقطوا بصر عبر كام ديفيد بعد أن أسقطوا العراق عبر العدواني عليه وبعد أن فشلوا في إسقاط سوريا والدولة السورية والنظام السوري الآن الاستراتيجية الأمريكية كل ذلك كل هذه الاستراتيجية قائمة على أن أسقط المراكز الحضارية للأمة ثم أرتب شرق أوسط جديد تكون في إسرائيل هي المركز هم الآن وصلوا إلى هذه القناعة إذا لم نكن قادرين على إسقاط النظام السوري حتى نمرر صدقة القرين حتى نمرر مشروع هنا هذه نقطة مهمة سيد محادين واسمح لي أنت الآن تلتقي مع الدكتور سليم في النقطة تسمح لي أن أسألك هذا السؤال قالت دكتور سليم بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما نسأ أسألك عن هذه النقطة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التصعيد عسكريا وتدرك بأن روسيا لا تريد التصعيد عسكريا وأنت وصلت لنقطة لا علاقة بصفقة القرن إلى أي حد هي ترفع السقف الولايات المتحدة الأمريكية دفعا للتفاوض مع موسكو في هذا التوقيت المهم هي الجانب الأساسي الآن إذا لم تستطع سقاط النظام السوري ولن تستطع والنظام السوري صامد وقوى البقاوب ستدفن كل المشاريع الأمريكية وكل أدواتها هي إذا لم تستطع أن تسقط النظام السوري على الأقل هي تحاول أن تستنجف النظام السوري وكلما اقتربت سوريون من حل الأزمات تقوم الولايات المتحدة باختراع أزمات لاستمرار استنجاف النظام السوري لتمرير صفقة القرن هذه مسألة أساسية في كل هذه البروباغندا الأمريكية التي تثار باسم أسلحة الدمار الشامل أيضا الأمريكيون غير قادرين بالمناسبة أمريكا التي هزم أمريكا هزمت في كل حروبها هزمت في بيتنام هزمت في حتى في الصومال هزمت في العراق وستهزم وأمريكا غير قادرة اليوم أمريكا غير قادرة على فرض أجنهتها هي كل ما يمكن أن تقوم به أن تستنجف هذه القوة أو تلك لا أكثر ولا أقل هناك معسكر اليوم يفرض حضوره في المنطقة هذا المعسكر روسيا إيران حزب الله سوريا قوى المقاومة هذا المعسكر هو الذي يفرض أجنهته الولايات المتحدة الأمريكية أمام هذا المازق لا تستطيع أن تصعد أكثر أسكريا في سوريا هي تلجأ إلى هذه الأساليب وإلى هذا الشكل من حملات الليبروبا قلنا ما رأيك بذلك دكتور سليم وإلى أي حد أيضا التوقيت الداخلي الأمريكي يلعب دور بأن نسمع رفعا لصوت بهذا الإطار في ملفات خارجية كأنه روب إلى الأمام خصوصا في المستجد ما له علاقة بالاتهامات وثيقة يعني اليوم السماح بإفراج عنها تتهم الـ FBI ووزارة العدل بالتحيز للديمقراطيين على حساب الجمهوريين في ملف التحقيقات لتدخل الروسي المزعوم في انتخابة 2016 هل يهرب ترامب إلى الأمام بالملفات الخارجية؟ اسمحي ليوضح إذا بتريد أنه حاليا بالنسبة للرأي العام الأمريكي والتغطية الإعلامية للأحداث في منطقة الشرق الأوسط لا يوجد أي اهتمام بالملف السوري تراجع الاهتمام بالملف السوري على المستوى الشعبي وعلى مستوى السياسي الحكومي بدرجة كبيرة كبيرة جدا وكان هناك خطاب ألقاه وزير خارجية في 18 من هذا الشهر حول أهداف خمسة عنوين كبيرة للسياسة الأمريكية في سوريا ولكن هذه الأهداف ما زالت عنوين كبيرة وليس هناك استراتيجية واضحة لتحقيق هذه الأهداف حاليا الولايات المتحدة بصدد لديها أوراق ضغط محدودة جدا في الداخل السوري أو في الملف السوري أوراق الضغط التي لدى الولايات المتحدة هي ثلاثة أول ورقة هي الوجود العسكري المحدود جدا في سوريا بشمال سوريا 2000 عدد من القوات الخاصة إن فاكت 1500 مع عديد لوجستي من 1500 الورقة الثانية للضغط لدى الأمالات المتحدة هي ورقة القوات السورية الديمقراطية التي تحتل التي لديها حاول تسيطر حاليا على 25% من الأراضي السورية ولديها حوالي 50 ألف جندي في هذه القوات والورقة الثالثة هي الورقة الاقتصادية ورقة الإعمار لن يكون هناك إعمار في سوريا من دون دور أمريكي دور أوروبي دور خليج في هذا الإعمار من دون دعم اقتصادي من هذه الدول المانحة وهذه هي الأوراق التي لدى ونرى هناك أولوي لا يكون هناك إعمار إلا من وجود دول الاتحاد الأوروبي دول الأوروبية حاليا الولايات المتحدة الأمريكية دول خليج برؤية التقسيم نفسها نعمر في المناطق التي نعتقد النفوذنا ومصالحنا هذا سمعنا وقرأنا كثيرا عنه ولا يبدو في رغبة سوريا ومع محورها بأن تشارك هذه الدول في الإعمار هذا هو أنا عفوا عفوا عن قاطعك هذا هو اللي كنت حاب بقوله أنه طول ما أنه ها هي الأوراق أنه ورقة الضغط التي تستطيع الورقة الثالثة هي الورقة لإعمار التصادي من دون قبول للولايات المتحدة بالعملية السياسية وما تقول إليه العملية السياسية لن تقبل الولايات المتحدة بدعم أي عملية إعمار في سوريا وستفرض أو ستحاول الضغط على حلفائها في أوروبا وحلفائها في الخليج على عدم تقديم أي مساعدة اتصادية سأعطيك مثل بسيط إذا تريد إذا نأخذ منطقة حلب إيست ألكبوية التي هي غرب حلب التي سيطر عليها النظام السوري من المعارضة منذ أكثر من حوالي سنة حتى الآن لم تبنس مدرسة واحدة في غرب حلب لم تبنى مدرسة واحدة لم يبنى مستشفى واحد منذ أن سيطر النظام على هذه المنطقة من حلب من أيات المعارضة المرشح السوري سامحيني للمقاطعة ويفترض أن لا نعتذر كثيرا لأنه في النقاش أخذ وعطى موضوع إعادة العمار يفترض أن تنتهي الحرب خصوصا أن اليوم نتحدث عن ماكينة عسكرية ما زالت مستمرة البيئة التي يمكن أن تفتح المجال لي حتى مؤتمر على مستوى إعادة إعمار سوريا وسمعنا الكلام من الدولة السورية بأنه لي أصدقائها وحلفائها سيكون هذا الباب مفتوح لكنك أثرت نقطة غاية في الأهمية بأنه نحن الآن أمام مرحلة تفاوض أمريكي على وجودها في تسوية سورية ربما الباب العسكري فقط للضغط هذه نقطة جديدة جدا بالنقاش كنت أحلتها إليك سيد محادين ولكن أسألك الآن من الجانب الروسي كيف روسيا ستتعاطى برأيك مع مثل هكذا معطيات إن كان من منطلق التطور والتصعيد أو التهديد العسكري وإن كان من منطلق الأرض والميدان الذي يسير لصالحها وهي تقول أنه الذريعة التي وجدت فيها الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن انتفت وبالتالي يجب أن تغادر يعني روسيا لا تخفي استراتيجية يعني معروفة منذ ثلاثة أو أربعة قرون وهي الاقتراب من المياه الدافئة هذه مسألة معروفة ولكن هنا تتقاطع المصالح الروسية مع مصالح الشعوب هنا تتقاطع المصالح الروسية مع مصالح حركة التحرر روسيا ليست دولة مستعمرة روسيا دولة لها مصالح يمكن أن نتفاهم معها وعلى مدار مئة عام ونحن حلفاء نحن جزء نحن العالم الثالث حركة التحرر شعوب المنطقة هي في حلف مع روسيا سواء روسيا السوفيتية أو روسيا القيصرية الجديدة هذا القيصر الجديد وروسيا اليوم قوة حقيقية في المنطقة وروسيا اليوم على رأس القوى الصاعدة فيما يخص الشرق الأوسط لا تستطيع لا تستطيع الولايات المتحدة ولم تعد تملك أي أوراق لممارسة الضغط حقيقي وفي حلقات محددة ساحات محددة يمكنها أن تحتفظ في الخليج لها مواقع قدم معروفة في أماكن معروفة ولكن واضح في هذه المساحة من الجغرافيا على الولايات المتحدة أن تغادر ستحمل عصاها وترحل لأنها لا تستطيع أن تمارس لا تستطيع أن تتدخل بشكل عسكري أكثر مما تتدخلت في حلقات وهزمت فيها روسيا دولة صديقة هناك بصالح لتقاطع محا روسيا ليست العرب والعرب ليس الروس ولكن هناك بصالح حقيقية مشتركة بيننا وبين هذا المعسكر الجديد معسكر لبريكس هناك معسكر جديد هناك لاعب على رقعة الشطرنج الدولية لاعب لا تستطيع الوقت المتحدة أن تلغيه ولا أن تأخذ دوره هذا المعسكر معسكر لبريكس في روسيا في الصين في الهند في البرازيل في جنوب أفريقيا هذا معسكر بدأ يثبت نفسه في الساحة الدولية سيد محا دين يوم أن تتحدث عن روسيا التي تنسج أيضا تحركاتها وخصوصا في المنطقة استراتيجيتها وفق إدارة المصالح ونحن نرى الكثير من التحركات أو يحكي عن كثير من التسويات غير مفهومة أقل في شمال سوريا موضوع فرين إدلب وتركيا ما إلى ذلك إلى أي حد موسكو قد تدخل أو تقبل واشنطن في إطار تفاوضي بالنظر للواقع الميداني اليوم تحدثت الدكتورة سليم عن ثلاث أوراق تستطيع أن تناور من خلالها واشنطن ماذا عن موسكو هل ستقبلها لواشنطن في دائرة التفاوض طالما لا تريد أن تتواجه معها في العسكر على الأرض السورية لإخراجها منها أولا الأوراق الثلاثة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وجود متواضع ولا يستطيع أن يكون ورقا هذا وجود متواضع أمريكا في العراق مئة ألف لم تفعل شيئا في بيتنام نصف مليون لم تفعل شيئا في سوريا هذا العدد لا لا يعني غير مؤهل أن يساوم أن يساوم في أحد هذا ابتداء الورقة الكردية اليوم هي عبع على الولايات المتحدة الأمريكية وأدخلتها في إشكال حقيقي مع حليفة الأطلسي ممثلا بأردوغان العامل الثالث الإعمار في الحقيقة لا نريد هذا الإعمار لا نريد المشاركة الأمريكية ولا المشاركة الأطلسي ولا نريد أن تدخل الشركات برة أخرى يعني جزء من الحرب على سوريا هو تدمير الطابع الاجتماعي للدولة السورية بسي ما تتحدث سيد محادي عندما تقول لا نريد لا أنا بحكي أنا بحكي نحن كوطنيين متضامنين مع نعم نحن كوطنيين عرب متضامنين مع سوريا نعم نتحفظ على أي قرش يأتي من الأطلسي وولايات المتحدة وأوروبا الغربية للمساهمة في إعادة أعمار سوريا لأنه يعني إعادة تشكيل سوريا الدولة وتشكيل الاقتصاد السوري بما يخدم القطال بما يخدم هذه الشركات نريد للدولة السورية لأصدقاء سوريا لحلفاء سوريا هم الذين يقومون بإعادة أعمار هذا البلد طيب ستبقى معنا سيد محادي دكتور سليمز لأنه تحدثنا كثيرا عن أن المشهد الميداني يشير لتقدم حتى في نقاط غاية في الأهمية في الميدان السوري سنستعرض ذلك من خلال ما حقق الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة حققوا تقدم كبير في ريف إدلب حيث باتت تفصيلهم عن مدينة سراقب الاستراتيجية كيلو مترات قليلة فقط يأتي ذلك بعدما حرر الجيش وحلفائه قرى العثمانية الكبرى وتل علوش على أثر مواجهات مع جبهات النصرة والفصائل المرتبطة بها مراسل الميادين أفاد بأن الطائرات الحربية السورية تستهدف مواقع النصرة في تل سلطانة قرب أسراقب تمهيدا لتحريرها يمكن القول بأن الجيش السوري بسيطرته على هذه القرى يقوم بإقفال ريف حلب الجنوب بالكامل وبالتالي الاقتراب من الحدود الإدارية لريف إدلب والدخول إلى تلك الحدود البعد عن الأوتوستراد يتقلص شيئا فشيئا نحن في تل علوش نبعد 13 كيلومترا عن الأوتوستراد مع السيطرة على عطشانة الغربية وكذلك مع السيطرة على عثمانية كبيرة وغيرها من القرى والتمهيد الناري الذي يحدث على تل سلطانة وأيضا التوقعات العسكرية التي توحي بأن الجيش السوري بات على وشك الانقضاط على جزرية والسيطرة عليها فإن بذلك يتكون أكبر القرى التي تقف بين الجيش السوري وبين أوتوستراد حلب دمشق وبين هذا الأوتوستراد وسراقب فإن هذه القرى كلها تنطوي أمام تقدم الجيش السوري كذلك يسمع تحليق الطيران الحربي السوري في الأجواء والتمهيد على تل سلطانة أيضا يؤدي إلى إحكام الخناق على جزرية والاقتراب أكثر فأكثر من الأوتوستراد والاقتراب أكثر فأكثر من السراقب التركي تأخر باستلام نقاط سيطرته لمراقبة خفض التصعيد وهذا الأمر جعل كان إيجابيا بالنسبة للجيش السوري خاصة أن هذه المناطق يعني مناطق جبهة النصرة هي غير خاضعة لهذا الاتفاق وبالتالي جبهة النصرة يعني الجيش السوري في حل من أي ميثاق لمقاتلة جبهة النصرة يستطيع قتالها في أي مكان من الأماكن ولا اتفاق يخضعه لإيقاف القتال مع هذه الجبهة بالتحديد وبالتالي هذا الأمر دفع الجيش السوري إلى التوجه باتجاه هذه المناطق وربما إراحة المواطن السوري في هذه النقطة وكذلك قسم ظهر جبهة النصرة التي من المفترض يعني أن تكون إلى جانب داعش بعيدة كل البعد عن مناطق خفض التصعيد نعود إلى الضيفين نعود إليك دكتور سليم طلقا من المشهد الميداني الذي استعرضه لنا الزميل علي مرتضى وصحيح أنك قلت بأنه في الداخل الأمريكي لا يعطون بالا كثيرا للسياسات الخارجية الأمريكية في هذا التوقيت علما أن صحافة الأمريكية كتبت كثيرا بعد خطاب الاتحاد بأن السياسة الخارجية الأمريكية قدمها ترامب على أنها بقيت بشكل الغاز وإذا كان في البلد فعل هناك عمل عسكري سيكون هناك سؤال في الولايات المتحدة الأمريكية عنها ما هي الخطوة المقبلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الكلام التهديد والتصعيد الترتيب مع الحلفاء مهمة حصلت في اليومين الماضيين لرؤساء ثلاثة أجهزات أمنية واستخباراتية روسية إلى واشنطن وكان لديهم لقاء مع رئيس الاستخبارات الأمريكية CIA ورئيس الـ الامن القومي وأظهرت هذه الزيارة تحت عنوان التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب وليس هناك كثير من الوضوح حول الأجندة لهذه اللقاءات هلأ واحدة من الأجندات التي نقشت هي لائحة بوتين التي وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية ولكنها لم تضع وهي من أشخاص حول بوتين وفي المستقبل معقول يوضع عليهم أقوبات اقتصادية ولكن لم يفعلوا ذلك الآن ولكن هناك كمان حسب أعتقد داخل بهذه الأجندة كان هناك نقاش حول سوريا ومستقبل العملية السياسية في سوريا دعنا نكون واضحين أنه بالنسبة لواشنطن الخطة المقبلة هي تمحور حول عنوان واضح وهي العملية السياسية ليس هناك عمل عسكري مرتقب ليس هناك أي تصعيد عسكري مرتقب إلا إذا لم يتوقف النظام السوري عن الاستخدام السرين في المستقبل أو استخدام لمساحة جغرافية أكبر للكلورين في هذا يعني إذا صار هذا الاستخدام الرئيس ترامب سيعيد على العمل سيعمل مثل ما عمل منطقة شعيرات وتستثكون عملية محدودة ورد محدود ولكن هناك دافنت لي ليس هناك اهتمام بتصعيد عسكري وهناك التوجه لدى الإضاءة الأمريكية وكان واضحا من خلال خطاب وزير خارجية أن الورقة الاتجاه المعول عليه أكثر هو التعاون أو العمل معروسية في موضوع تخفيف التصعيد بمناطق تخفيف التصعيد وكذلك العمل معروسية تحت إطار عملية جينيف بدفع المسار السياسي جيدا كذكرت هذا اللقاء خصوصا أنه استدعى تفسيرا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأنه مسؤول الاستخبارات الخارجية الروسي موضوع أساسا على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2014 ويفتوض أن لا يدخل أساسا للولايات المتحدة الأمريكية ويكون في نقاش وهنا أيضا نرى تجاوز أي قوانين أمريكية عندما تريد أن ترى نقطة التقاء مع موسكو كيف يمكن أن تكون هذه النقطة سيد محدين ما شكل التفاوض أو التسوية التي يمكن أن تكون مقبولة بالنظر لدماشق انطلاقا من وجود الولايات المتحدة الأمريكية بالطرح الذي تقدمت به دكتور سليم بمعنى إما أن نكون في مفاوضات وإلا سيكون في استخدام للعمل العسكري بحجة الكيميائي وربما الأدلة قد تكون جاهزة أو تفبرك على ما تقدمت بالطرح منذ بداية مداخلتك الولايات المتحدة الآن ليست هي الطرف القوي والقوة التي كانت تستند لها الولايات المتحدة في شوريا هي أطراف مهزومة وحتى الحليف الرئيسي الكبير الأردوغاني الحليف الأطلسي في أسوأ أيامه سواء في مشاكل الداخلية أو في أزمة مع الأكراد الولايات المتحدة ليست في موقع على الإطلاق أن تملي لا على الروس ولا على السوريين ولا على أي طرف أي أجندة هي تحاول أن تكون في المشهد لا أكثر ولا أقل هذا لا يعني هي موجودة في الشرق الأوسط في أماكن أخرى وهي اللاعب الرئيسي وهي اللاعب الحاسم هذه مسألة لا نواقشها فيما يخص الملف السوري الولايات المتحدة ليست طرفا مؤثرا وليست لاعبا أساسيا هذا فهمت ماذا عن دمشق أسألك سيد بحديد تحديدا عن دمشق الآن الدمشق الآن في أفضل مواقعها ومواقفها منذ الأذم السورية الآن الجيش السوري يقترب من سراقب هذا يعني أن إدلب هي في مرمى النيران ويمكن أن ينفاوض عليها من موقع قوة يعني وإدلب هي الآن هي هي لقطة الضعف الأخيرة في الجساد السوري الوضع السوري الآن في أفضل أحواله أنا بحكي من زاوية سنين الأزمة حتى الآن يستطيع السوريون الآن أن يرفعوا سقفهم أن يشاركوا في تحديد الأجندة والمعركة لا تزال طويلة بالمناسبة كل ما يحدث الآن هو إدارة أزمة نحن أمام ثاني أو أكثر من أشكال مختلفة من الصراع والضغط المتبادل قبل أن نذهب إلى تسويات لا توجد الآن منخات لتسويات في الإطار العام الآن يعني 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 ربما إذا كانت كتابات جورج فريدمان تلقى قبول كواريث لبرجينسكي بشكل أو بآخر في مطابخ الإدارة الأمريكية جورج فريدمان يقدم قراءات تبدو واقعية تبدو موضوعية ولكنها في نفس الوقت تنطوي على اعتراف على اعتراف بالفشل فيما يخص الشرق الأوسط وفيما يخص الصراع العرب الإسرائيلي عموما نحن الآن أمام مشهد ليس هو المشهد الذي كان سائدا قبل سنوات لا تستطيع يعني الولايات المتحدة كانت قبل سنوات كانت تضغط من خلال داعش وجبد نعم سيد بحدين اليوم أنا أسألك إن كان منطلق نظر الدمشق هل أنت تستبعد بالفعل أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية إذا أنت تقول بأنه سيتم الرفض بالمطلق وهي تلوح بالقوى العسكرية وفعلتها في الشعيرات أنت تستبعد أن نرى تعاملا عسكريا أمريكيا أمام هذا الرفض الذي تتفضل بالتحليل في مواقع ربما سوريا كما قالت ضيفتك أن الولايات المتحدة في أقصى الأحوال تستطيع أن توجه ضربات لهذه القاعدة لهذا الموقع ولكن نتائجها لن تختلف كثيرا عن نتائج الضربات السابقة لن تكون ضربات مؤثرة بالمعنى الاستراتيجي أو بالمعنى الذي يمكن أن تترجم فيه على شكل أجندة أو على شكل إملاءات مهما كان حجم هذه الضربات سيد محادين الضربة السابقة في الشعيرات كتبت كثيرا وحكي بأن روسيا أنزلت ترامب على الشجرة فيما له علاقة بمطار الشعيرات كان المطار فارغ تطبيق ضربة سورية اليوم المشهد مختلف هل سيكون السيناريو مماثل ولماذا قد تساعد روسيا بوتين أمريكا ترامب الآن في مثل هكذا حالة بأن ينفس ضربة فقط في الشكل وتقبل حتى دماشق في سيناريوهات مختلفة واقع مختلف ظروف مختلفة أم لا نعم نعم ولكن علينا أن نتذكر أن سوريا ليست الأزمة السورية هي الأزمة الوحيدة لا في الإقليم ولا في العالم بمعنى أن هناك كمان أزمات وهناك ساحات وهناك إملاءات وهناك تسويات في مواقع عديدة بمعنى المسألة لا تتعلق فقط في الأزمة السورية صحيح أن الشرق الأوسط لا يزال يشكل أهمية مال للولايات المتحدة الأمريكية ولكن هناك ملفات أخرى يعني كمان لا نستطيع أن نستبدأ من الملف من بحر الصين الجنوبي إلى أمريكا اللاتينية إلى ملفات أخرى الشرق الأوسط الآن أنا برغم كل ما يقال ليس ضاغطا على الإدارة الأمريكية إلى هذا الحد ليس ضاغطا حتى على المجتمع الدولي إلى هذا الحد في هذه اللحظة بالذات شكرا جزيلا لك سيد موفق محادين الكاتب والبحث السياسي كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان دكتور رندا سليم مدير مركز الحوار في محادة الشرق الأوسط كنت معنا من أوهايو أشكرك جزيلا شكر وأطلب منكم رجعا أن تبقى معنا للملف الثاني الذي سنفتحه بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين أكد وزير الدفاع الفنزولي فلاديمير بادرينو لوباز أن الجيش البوليفاري يرفض عودة الدكتاتوريات التي كانت ترفضها الولايات المتحدة وزير الدفاع الفنزولي وردا على تصريحات وزير الخارجي الأمريكي رأى أن جولة تيلرسن على دول أمريكا الجنوبية هي لمحاولة التدخل في شؤون فنزولا وأضاف أن فنزولا لن تقبل بأن تتدخل حكومة أجنبية في شؤونها لأنها ستجد بالمرصاد جيشا موحدا بكامل جاهزيته الوزير الفنزولي وصف تصريحات تيلرسن بالمشينة والتي تظهر جهلا بالغا في واقع فنزولا تيلرسن وقبيل بدء جولته اللاتينية أثار احتمال حدوث في انقلاب عسكري في فنزولا على الرئيس نيكولاس مادورو معتبرا أنه من الأفضل أن يترك الأخير منصبه طوعا ما يرزق لا يحتاج وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسن إلى ما يوجه زيارته إلى خمس دول لاتينية فقبل أن تطأ قدم كبير الديبلوماسيين الأمريكيين أرض المكسيك التي تنوي بلاده بناء جدار فاصل معها أثر بأسلوب تحريضي احتمال حدوث انقلاب عسكري في فنزولا الرجل الذي تولى منصبه منذ نحو عام لم يوفر وسيد البيت الأبيض أي فرصة لانتقاد الحكم في فنزولا والدعوة إلى تغيير نظام هذه الدولة اللاتينية أن نظام نيكولاما دورو الفاسد والعدائي في فنزولا لا يمثل رؤية الملايين من الفنزوليين لم يتغير موقفنا تجاه هذا البلد ونحن نحث فنزولا على العودة إلى دستورها والعودة إلى انتخابات حرة وديمقراطية سنواصل الضغط على النظام للعودة إلى العملية الديمقراطية التي جعلت فنزولا بلدا عظيما في الماضي أن شعب الفنزولي يعاني بسبب نظام فاسد يسرق شعبه نظام مادورو هو المسؤول المباشر عن كل هذا ويجب أن يحاسب لم يتحدث تيلرسون عن محاسبة مادورو حسب بل دعاه إلى الانتقال للعيش على أحد الشواطئ الكوبية يدرك تيلرسون مدى متانة العلاقات بين فنزولا والجارة الكوبية التي أكد منها وزير الخارجية الفنزولية أن بلاده وكوبا تسيران على الطريق الصحيح شعرت بالفخر الشديد عندما اعتبر ترامب فنزولا وكوبا خصمين له لأن هذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح لو أشاد ترامبنا فذلك يعني أننا نسلك الطريق الخطأ على طريق الاتفاق تسير محادثة السلام بين الحكومة والمعارضة الفنزولية برغم الضغوط التي تمارس لإفشالها ففي جمهورية الدومينيكان وقع الفريقان على اتفاق مبدئي بغية توطيد التعايش السلمي والاستقرار في البلاد رئيس الوفد الحكومي خورخيرو دريغريز عدى الاتفاق انتصارا للسلام والهدوء والتعايش والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لفنزولا هل باتت الإدارة الأمريكية تعتمد سياسة التنجيم في منح نفسها الحق في تحديد مصير الشعوب جراسيا بيطار القصف العشوائي الأمريكي مستمر قصف عابر للقارات من سوريا إلى إيران فروسيا ثم كوريا وصولا إلى القارة اللاتينية وتحديدا فينزولا وكوبا قصف لشرطي أعمى بلا قيود يذكر بعض الإعلام الغربي أن الهدف من جولة ريكستاليشتون على بعض الدول اللاتينية هو الحصول على مزيد من الدعم لخط واشنطن المتشدد تجاه حكومة كاركاس ربما في الأجندة الأمريكية لا وجود أصلا في هذه القارة إلا لمجموعة الدول المسمائية التي هي عبارة عن ائتلاف يضم 12 دولة أمريكية لاتينية تتفق بالكامل مع سياسة واشنطن هكذا وفي تصريح أقل ما يقال فيه إنه وقح واستعلائي يقرر رئيس الدبلوماسية الأمريكية مصير بلد لا بل إنه يحاول أن يعتمد سياسة التدخل الناعم فيطمئن بأن بلاده لا تريد تغيير النظام في كاركاس بل إنه من الأيسر أن يؤثر الرئيس الفنزولي ترك السلطة من تلقاء نفسه فأمريكا تدعم التغيير السلمي هذه هي القاعدة الأمريكية إرحل وإلا تهديد مباشر لا لبس فيه لدولة مستقلة وسيدة يستخدم الرجل سلاح التهديد مرفقا بالتبشير حول احتمال حدوث انقلاب عسكري ضد نيكولاس مادورو في لغة الأمريكيين هذا ما يسمى بالوشفل تينكينغ لكن المفارقة أن يصدر مثل هذا الموقف الخطر من دون إرفاقه بأي أدلة أو مستندات أو معلومات من أجهزة أمنية أو استخبارية فهل التنجيم أيضا هو من مآثر إدارة دونالد ترامب؟ في فنجان أمريكا مرض يسمى جنون العظمة فتيلرسون كتب نص فنزويلا مع السيناريو والحوار غير السلطة أزاح مادورو وعرض عليه شواطئ كوبا كمنفى لا عجب من هذه العوارض فالرجل أسقط شعار حملة ترامب الانتخابية لنعد عظمة أمريكا على فنزويلا بقوله أنه يريد إعادة فنزويلا دولة عظيمة كما كانت في الماضي على حد تعبيره ولعله يعني نظام حكم المافيات الثرية والشعب الجائع وهذا للمفارقة يفضح المحاولات الأمريكية الكثيرة السابقة لتغيير النظام في فنزويلا منذ يوغو تشافاز وصولا إلى مادورو ربما من السيء أن يكون الحاكم فقد البصر لكن الأسوأ لا بل الأخطر أن يفقد البصيرة نعود إلى ضيفين بعد تجديد الترحيب بهم سيد موفق محادين دكتور رندا سليم على أن ينضم إلينا سيد عادل الزغير من كاركاس للحديث أكثر من كاركاس عن هذا الكلام سأبدأ معك دكتور سليم بانطلاقها من النقاط عديدة ذكرتها زميلة جراسيا بيطار أختصرها بسؤال ما الذي أراد أن يقوله ريكس تيلرسون هو يقرأ طالع هو يقرأ خطة أمريكية أم يعرض خطة أمريكية على من يهمه الأمر ربما في داخل فنزويلا تحديدا أطراف المعارضة بصراحة من غير واضح ما كان واضح كثير كلامه من هالناحية شو هي الغايم الكلام بس قليني قدم تفسير ولو تفسير مش مستند إلى حقائق حول الإدارة حول ماذا كان يريد أنا بفكر كانت هذه الرسالة باعتها للمؤسسة العسكرية في فنزويلا أنه إذا حاولتوا القيام بإنقلاب عسكري لن تعارض الولايات المتحدة كان هذا نوع من الإيحاء بفكر فيه أزمة حاليا في فنزويلا من ناحية عندك رئيس ما عنده دعم شعبي كبير استطلعتها الرأي كلها 3 رباعة بتقول حوالي 20% عندك أزمة اقتصادية في بلد فيه ثروات غنية جدا نفطية عندك مستوى جوع عندك مستوى سوء تغذية عالي جدا ومن ناحية ثانية عندك معارضة متفككة ضعيفة جدا لم تنجح في الماضي بتحقيق أي نوع من الاختراقات بنفس الوقت عندك كثير أشخاص من المعارضة موضوعين تحت إقامة جبري عندك نظام سياسي لا يعتمد عليه من ناحية تنظيم انتخابات حرة ونزيحة بقى في أزمة حاليا الولايات المتحدة تعرف أن هناك أزمة ولكن كمان كان في كلام كتير مهم بتصريح تيلرسون أعادنا بعض الشيء إلى كلام الحرب الباردة التي كانت موجودة في سابقا في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة عندما تكلم عن القوى الخارجية التي لا تعزز الاستقرار في هذه المنطقة وحدد بالضبط الروسية والصين دكتور سليم موضوع استطلاعات الرأي يعني في مروحة كبيرة من استطلاعات الرأي في الجانب الاقتصادي في فنزويلا وهذه الظروف تحمى الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من أسباب هذه الظروف ولن أخذ فيها كثيرا لكن سأسألك من خلال ما قلت وتحديدا بأنه إذا كان بالفعل ريكس تيلرسون يقول إذا ما كان هناك دعم لانقلاب عسكري لن نمانع ألا يدعم كلام وزير الدفاع الفنزويلي بأنه في جهل في الداخل الفنزويلي بمعنى من يعرف المؤسسة العسكرية جيدا يعرف بأنه لديها ولاء حقيقي للرئاسة وتحديدا علاقة جيدة مع مادورو في تاريخ في هذه المنطقة لانقلابات عسكرية وفي تاريخ ليس بمشرف للإدارات الأمريكية السابقة في دعم الانقلابات العسكرية والحكومات العسكرية الدكتاتورية إن كان في تشيلي أرجنتينا أو الميليشيات الرايد وينك في السلفادور وفي نيكراكوا هذا الكلام لدى في خطاب تيلرسون من ناحية يقول هناك ثلاث مبادئ لتعاملنا أو لسياسة الأمريكية في هذه المنطقة مبدأ النمو تعزيز النمو الاقتصادي مبدأ الأمن ومبدأ التعزيز المسار الديمقراطي وبنفس الخطاب يقول إذا كان هناك انقلاب عسكري يوحي بأنه لن يكون هناك امتعاد أمريكي هناك نوع من غير وضوح في السياسة الأمريكية بالنسبة لهذه المنطقة التي هي قريبة جدا من تعتبر الباكيارد لأمريكا وهناك امتعاد ونوع من القلق بالنسبة لتنامي الدور الروسي والدور الصيني في هذه المنطقة وربما أيضا الرئيس فنزويلي يعزز العديد من العلاقات في هذا الجانب يعني الدعم الروسي والصيني وكلها وكلها إليك سيد محادين أنت ما قراءتك للمشهد وإلى أي حد بالفعل هذا الكلام لريكس تيلرسون قد يلقى حظوظ أو توجد ظروف في فنزويلا قد تساعد لمثل هكذا سيناريو تريده تخطط له وتدعمه الولايات المتحدة يعني منذ مبدأ الرئيس الأمريكي مورو وحتى منتصف في الخمسينات من القرن الماضي يعني عبر كل هذه العقود هذا الثلاث الأمريكي النمو والديمقراطية والأمن النمو تبعية وفقر وجوع والديمقراطية سلسلة من المذابح والانقلابات العسكرية الدموية التي رأتها الاستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية أيام كيسينجر رتبوا انقلاب في تشيل مات فيه ربع مليون شخص ومذابح قواتيمالا قبلها والتدخل العسكري في جرينادا والأمن في أمريكا اللاتينية نحن نعرف أن أمريكا اللاتينية يعني تخضع لمافيات كلها تدار من قبل يعني كلها مرتبطة وميليشيات مرتبطة بشكل أو بآخر مع المخابرات الأمريكية إذن هذا العصر الأمريكي في أمريكا اللاتينية قبل أن تدخل مرحلة التحرر الوطني مع الثورة الكوبية ومع كل ومع الظاهرة الشافيزية قبل ذلك يعني أمريكا شفنا النمو هو عبارة عن تجويع وهو عبارة عن نهب واستغلال والديمقراطي قتل والأمن شفنا مجموعة من المافيات فيما يخص تحديدا فيما يخص فلنزويل فلنزويل ليست جمهورية موز جوجو أساسي من التدخل فيها هو له علاقة بالنفط وله علاقة بحرب أمريكا وأجلزة أمريكا النفطي في كل العالم ووزير الخارجي الأمريكي هو موظف عند شركات اللفط يعني هو أحيانا يتصرف بوصفه موظفا في الإدارة الأمريكية وحيانا يتصرف بوصفه أحد مافيات اللفط والغاز في العالم المسألة الثانية والأساسية أن فلنزويل لا أثبتت عبر أقدين من الزمن أن الشعب الفلنزويل لأن الجيش الفلنزويل ملتف حول هذه التجربة حول هذه الظاهرة الوطنية التقدمية وأعتقد أنه قادر على الدفاع عنها كيف سيد محادين سيد محادين هل لك أن تعطينا أمثلة لأنه اليوم في واقع اقتصادي أشارت له الدكتور سليم وشغل عليه كثيرا والأيام الماضية القريبة جدا شاهدنا مشهد لعلاقة بالتظاهرات واللعب على موضوع الاحتكار وما إلى ذلك الواقع بالنسبة للمعارضة الفلنزويلية صحيح مقسم لكنه البعض أيضا يحمله بأنه جاهز لاستخدام مثل هكذا أجندات بعض دول أمريكا اللاتينية في الإقليم قد تدعم والتي تتشاطر مع رؤية واشنطن قد تدعم مثل هكذا تحرك كل هذه لا تشكل عوامل تبدو مقلقة أنا أعتقد أن الشعب الفلنزويل تجاوز لعبة الانقلابات الأمريكية المفارقة هنا أن أمريكا التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق النسان تبشر الشعب الفلنزويل بانقلاب دمو على غرار الانقلاب تشيل وعلى غرار الانقلاب في جواتيمالا يعني عندما يقرر اللاتينيون عبر صناديق الاختراع انتخاب هذا الرئيس أو هذا الزعيم أو هذا الحزب تعود الولايات المتحدة تتراجع الديمقراطية وتبدأ تهدد بالانقلابات العسكرية أنا أسأل السيدة الدكتورة لماذا لم يتحدث وزارة الخارجية الأمريكية عن الأريقواي والباريقواي وكولومبيا وعن عشرة دول تخضع للدكتاتورية وتخضع للفساد وفيها جوع كبير لماذا فنزويلا تحديدا لأن القرار السياسي في فنزويلا قرار مستقل وغير مربوط في الإدارة الأمريكية ومصالحها وأجل ذاتها نحن واثقون أن الشعب الفنزويلي الذي اختار هذه الظاهرة الذي اختار هذه القيادة قادر على الدفاع عنها ودفن كل المشاريع الأمريكية وقادر أيضا على أن يتحول إلى كرة الثلج كرة الثلج تلتف حولها كل قوى حركة التحرر في هذه القارة فقط للتوضيح دكتور سليم لا تمثل الوزارة الخارجية وهي تساعدنا مشكورة في فهم الذهنية الأمريكية يعني هي ليست طرفا ومع ذلك إذا ودتي أن تعلقي بشكل سريع دكتور سليم تفضلي أنا من آخر الأشخاص التي سيدافع عن سياسة خاصة سياسة إدارة ترامب بالنسبة لأي منطقة في العالم وخاصة بالنسبة لأمريكا اللاتينية ولا أدافع عن السياسات الأمريكية السابقة خاصة بموضوع دعم الإنقلابات العسكرية المسار الديمقراطي هو المسار الأمثل للمجتمعات في أي مكان إن كان في فنزولا أو إن كان في سوريا وتطلعات الشعب والشعوب هي التي يجب أن تحكم مسار السياسي في هذه البلاد كل شكر لك دكتور راندا سليم أنت مديرة بركز الحوار في معهد الشرق الأوسط كنت معنا عبر الإنترنت من أوهايو سيد موفق محادين الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من العاصمة الأردنية كنا نتمنى أن يكون معنا عدل صغير ذكرت اسمه أشكره بكل الأحوال لكن لم يتوفر لنا الاتصال ربما في مرات لاحقة وأشكر لكم مشاهدين وذكركم بعنوين هذه المسائية بعد محاولاتها المتكررة في إسقاط سوريا أو إخضاعها واسنطن تعود مجددا للاتهام باستخدام الكيميائي وتهدد بضربة لديماسك رغم التهويل الأمريكي الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة يحققون المزيد من الإنجازات الميدانية سراقب على بعد كيلومترات واسنطن تهدد علنا بالانقلاب على الحكم في فانزويلا وكراكاس ترد مصيره كالمحاولات الانقلابية السابقة الفاشلة دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي الميدين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميدين دعوت نت إضافة إلى موقعنا بالإسبانية وصفحات الميدين على مواقع التواصل الاجتماعي المزيد من الأخبار دائما على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة